أنا عايز أعرف رأيي الأستاذ وحيد في أفلام الأستاذ مروان هو كان بيشوف أنه إيه أفضل إنتاج فكري عمله مروان حامد جوا السينما أنا أعني كلمة إنتاج فكري أنا بشوف أن الإخراج ده منتج فكري مش مجرد تكنيك هو بيحب طبعاً حمارة يعوبيان جداً وبيحب كان أعتقد طراب الماس برضو حبه جداً وكان بيحب جداً إبراهيم لابيت يعني هو من المشاف إبراهيم لابيت في الأول أعجب به جداً وكذا مرة يقول لي خلي بقى خمارة رأيي أنت عامل شغل في الفيلم ده كويس جداً ولكن مش بالضرورة أن يعني قد يتم الهجوم عليه أو قد ما يعجبش الناس أنت لازم تتقبل الحكاية دي لأن الفيلم فيه خصوصية ما أنت عاملها صح فلازم تبقى عارف كويس جداً أنت لو بتختار حاجة فيها نوع من الأنواع الخصوصية من الشرط مش بالضرورة أنه هتعجب كل الناس فممكن ما تلاقيش ده بسوء كان معجب جداً بيه وكان معجب جداً يعني كان بيحب جداً عمارة يعوبيان وسهو أختار لك بصراحة في المين عامل زلانك وأختاره بيني وبينك يعني موسيقى